يعني بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح الكاراتيه واسرتها ولعبتها حاجة بيبقوا خلقا وعلما وفنيات وكل شيء حاجة الكاراتيه لعبة راقية جدا جدا حبيبة يمكن لأجيلك خلينا أعرف السادة المشاهدين أكتر إيه البريميا مليك كم جولة مصر استضافت قبل كده كلمين عن البطولة بشكل عام هي دي كانت أول مرة مصر تستضيف البطولة دي وصراحة كلنا كنا فخرين إن التنظيم البطولة من أولها في حتة الريستريشن اللي هو تسجيل البطولة والميزان وكل الحاجات دي كان صراحة حلو جدا بسات بتاخدنا من المركز الأوليمبي عشان كنا معسكرين هناك لغاية القتيل بنسجل وبناخد الـ ID بتاعنا ونوزن وبعد كده نرجع تاني لكنا للمعسكر بتاعنا وكان يوم البطولة الصبح كنا مناخد برضو البص بتاعنا لغاية الستيد والصراحة كنا يعني حاجة كانت تشرفنا كده لا أنا عايز سألك كمان هو بيبقى كم يعني دي أول جولة في الـ Premium League السنة يعني السنة دي ولا فيه جولات تانية ولا هل دي جولة في الوسط يعني كم جولة بتتعمل على مستوى العام؟ لا هو الـ Premium League بتتعمل كل سنة في الدول كلها عموماً بس هي كانت أول مرة تتعمل في مصر في تاريخ مصر ومفروض تقريباً فيه سيريس A كمان هتتتعمل في السنة الجاية هنا في مصر عشرين؟ دي خلاص عشرين عشرين؟ او عشرين عشرين دي بتوتين كبار جداً في الكرة دي طيب الجولة التانية من بني مليك هل أنت عندكم فكرة هتبقى فين؟ اوه هي مفروض هتبقى في روسيا هي كمان كم يوم؟ انت مش هتسفرين؟ محمد نسافرين؟ احنا هو مصررين نصفرين؟ اوه كويس نعرف نحن نسافرين مصفرين انت؟ ان شاء الله يوم تمانية وعشرين تمانية وعشرين ده خلاص ده نهار ده بعض بكرة اوه نصفرين على طول طب ده حظنا حلو حظنا حلو جدا طب البطولة كم يوم؟ البطولة مفروض بتبقى ثلاثة أيام اول يوم بيبقى موازين اللي هي الخمسين وكده وتاني يوم برضو نفس بقية الموازين آخر يوم بيبقى الفاينالز والبرونز أغلب اللعبة هتشاركة شركة هتشاركة هنا أوه حيبت